ترعست قيادة السلطة المخلية بحضراموت بمدينة سيون اجتماعا استثنائيا للمكتب التنفيذي بوادي وصحراء حضراموت ووضع محافظة المحافظة مبخط بماضي المجتمعين أمام مجمل الأوضاع التي تمر بها المحافظة مؤكدا حرص السلطة المخلية على لم يشمل وتوحيد الكلمة والحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي الحضرامي وتم خلال الاجتماع استعراض تقارير للقطاعات الخدمية ذات الارتباط المباشر بحياة المواطنين في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة العامة والسكر والأشغال العامة والطرق